إلى الشركة العمومية الاقتصادية مسبكا ترويبة وتندرج هذه الزيارة في طريق حرص القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي على المتابعة المتواصلة لأداء المؤسسات الصناعية التابعة للجيش الوطني الشعبي لا سيما تلك التي تم إدماجها مؤخرا ضمن القطاع الاقتصادي لوزارة الدفاع الوطني تحت وصاية مدرية الصناعات العسكرية فبعد مراسم الاستقبال ورفقة قائد ناحية العسكرية الأولى ومدير الصناعات العسكرية وبحضور مديرين مركزيين بأركان الجيش الوطني الشعبي استمع سيد الفريق أول إلى عرض شامل عن الشركة العمومية الاقتصادية مسبكات أرويبة تضمن مهامها وأقسامها وكذا مختلف منتجاتها ذلك قبل أن يزور مختلف الورشات التي تتوفر عليها ويتعرف عن قرب على مراحل التصنيع حيث تلقى شروحات وافية من قبل المسؤولين والقائمين على الشركة كما عاين سيد الفريق أول مجموعة من المنتجات المصنعة من طرف الشركة والتي تتميز بنوعية عالية تعكس جودة الانتاج الوطني يطيب لي في مستهل هذه المداخلة أن أعرب عن تمام امتناني وسعادتي بهذه الزيارة العمالية التي أقوم بها إلا الشركة العمومية الاقتصادية مسبكة الرويبة والتي حرسنا في الجيش الوطني الشعبي تنفيذا لتوجهات السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على إدماجها ضمن القطاع الاقتصادي للجيش الوطني الشعبي ووضعها تحت وصاية مديرية الصناعات العسكرية فوزارة الدفاع الوطني تسعى لتطوير صناعة عسكرية محلية تعتمد أساسا على ركيزة نقل التكنولوجيات وتنويع مجالات نشاطها والمنتجات التي تقدمها للسوق الوطني على نحو يمكن القاعدة الصناعية العسكرية من تعزيز دورها الهام في تنشيط النسيج الصناعي لبلادنا كما حرسنا من خلال هذا الدمج على الاستفادة من التجربة الثمينة والطويلة التي تحوزها هذه الشركة الوطنية العريقة في مجال الصناعات الميكانيكية وتثمين خبرة مواردها البشرية وإطاراتها وذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى التلبية التدريجية لاحتياجات قوتنا المسلحة وتدعيم جهود الاقتصاد الوطني وامتساس البطالة وتشجيع المناولة والرفع من نسب الإدماج الوطني عبر التطوير صناعة محلية ذات جودة عالية وتقنيات متطورة مما سيساهم حتما في الارتقاء ببلادنا إلى مصف الدول المصنعة ومن بين الهدف التي ألح دوما على وجوب المضي في بلوغها هي ضرورة التحسين المستمر للمعارف والمهارات للإطارات والمستخدمين والعمل دون هوادة وبه تفان شديد من أجل محافظة على هذا المكسب الذي لا يقدر بثمن وكذا المساهمة بفعالية في الرفع المستمر لمستوى صناعاتنا العسكرية ترجمة نانسي قنقر